ليست مواقع للطمر الصحي أو لجمع النفايات إنه أحد أقدم جوامع مدينة الموصل مدمر ومهمل والذين يعمروا نبيوت الله لم يأتوا إلى هنا منذ تحرير المدينة من سيطارات داعش ليس جامع الإمام الباهر وحده المهمل فمثله عشرات الجوامع الأثرية في الموصل القديمة والتي يعود تاريخها لمئات السنين هجرها المصلون وصارت متاحف للنسيان والتراب هذا الوراية جامع يسموه جامع عراقي لحد الوقف لا حجة لا حجة لا حجة بيان لا حجة شاء الله لا حجة هذا بيت الله أريد واحد يشيله مثلا قاد إعمار أكو مزاجة بعض جوة ما حجة عليها ما حجة بيان والله يا أبو هذا الجامع سعى عمو أكثر من 100 سنة واللي حد الآن هاي من طلع الدواعش لحد الآن ما حجة شاء الحجة منه كله ساو مقر مالنقاض ومالنفايات وهذا قدامكم هو على الرغم من قلة التخصيصات المالية إلا أن غالبية الدوائر في الموصل أعادت إعمار مؤسساتها باستثناء الوقف السني فالبنى التحتية التابعة له من مساجد ومكتبات ما تزال مدمرة هناك نجد تقصير كبير وواضح تجاه هذه المساجد وهذه الجوامع اليوم للأسف هذه بيوت الله عز وجل أصبحت مكبل النفايات لا يوجد أي عمار أو اهتمام من قبل ديوان وقف السني بهذه المؤسسات علماً أن وقف السني اليوم يستلم من الإيجارات وكذلك الأوقاف الموجودة له في محافظة نينوال كثير من هذه الأموال التقصير واضح واضح جداً من قبل ديوان وقف السني نحن من خلال قناة الفلوجة المباركة نطالب ديوان وقف السني والقائمين عليه بتحمل مسؤوليتهم الكاملة تجاه هذا التقصير يبدو أن الفساد تسرب أيضاً إلى المؤسسة الدينية وما هو أثري وينتظر أن يحتفى به ويكون معلماً للمدينة الضاربة عمقاً في التأريخ والحضارة صار مكاناً لتراكم النفايات ففي العراق لا قدسية إلا للفساد لقناة الفلوجة محمد سالم الموصل